أدى هجوم إرهابي إلى استهداف الطاقم أمني تابع للسهام الشرق بمديرية موديا بمحافظة أبيان أدى إلى سقوط شهيد وسبعة جرحة وقال مصدر إعلامي إن الطاقم تابع للسهام الشرق تعرض لاستهداف بعبوة ناسفة في مفرق كوكب ومقرن مما أدى إلى سقوط شهيد وسبعة جرحة هذا ولم تتوفر معلومات أكثر عن الحصيلة والاستهداف ترجمة نانسي قنقر